يعني مبارح مبارح ήταν قوي جدا زي ما أقول لكم هذه التصفيات تصفيات قوية جدا تصفيات أفريق centrأ сх LEGO العام لروسيا 2018 تصفيات قوي جدا شوفنا مبارح مبارح تونس وكونغو أيضا كانت مبارح قوي عادل 2-2 لمنتخب تونس وجمهورية الكونغو أريد أن أقول لكم ترتيب المجموعات بعد طبعا مبارح مبارح وأول مبارح تونس في المجموعة الأولى في المركز الأول وراء طبعا جمهورية الكونغو ودمقراطية طبعا في المركز الثاني كل واحد تونس عشر نقاط تونس وجمهورية الكونغو سبع نقاط غينيا في المركز الثالث بثلاث نقاط ثم ليبيا في المركز الرابع أيضا بثلاث نقاط مجموعة الثانية ناجيريا في المركز الأول بعشر نقاط ثم زنبيا في المركز الثاني سبع نقاط وراها الكاميرون طبعا دي مجموعة كانت صعبة جدا مجموعة الموت ناجيريا وجزائر وكاميرون وزنبيا كاميرون في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط ثم الجزائر يمكن ودعت التصفيات تقريبا خلاص نقطة واحدة فاضل مباراتين ووضوع صعب جدا على منتخب الجزائر اللي احنا كنا شايفين نهوم المنتخبات القوية أفريقين ويمكن كان في التصنيف الأول في الفترة السابقة منتخب الجزائر في المركز الرابع بنقطة واحدة أما المجموعة الثالثة ساحل عاد كوديفور في المركز الأول سبع نقاط المغرب في المركز الثاني ست نقاط والجابون في المركز الثالث برصيد خمس نقاط ومالي في المركز الرابع نقطتين يمكن مجموعة دي حتى الآن لسه محسوماتش في شكل كبير يعني النقط ما بين الأول والأخير حتى مش بعيد خالص في تقريبا أربع نقاط أو خمس نقاط ما بين مالي وساحل العاج مجموعة الثالثة الرابعة مجموعة بوركينفاسو وكاب ديفردي والسنغال وجنوب أفريقيا دي أيضا مجموعة لحد ما فيها مفاجأة جنوب أفريقيا تبتعد بشكل كبير وتبقى في المركز الأخير لكن بوركينفاسو في المركز الأول ست نقاط وجزر الرأس الأخضر في المركز الثاني ست نقاط والسنغال في المركز الثالث برصيد خمس نقاط أما مجموعتنا مجموعة مصر مصر في المركز الأول برصيد تسع نقاط ثم أغاندا في المركز الثاني بسبع نقاط وغانا في المركز الثالث خمس نقاط ثم الكونغو في المركز الرابع في هذه المجموعة ونقطة واحدة كل التوفيق لمنتخبنا زي ما شفنا أيضا تصفيات أفريقيا أيضا على الجانب الآخر تصفيات أسيا وصول السعودية وإحنا سعداء بنبارك للمنتخب السعودي وصوله وفوزه على اليابان 1-0 أعتقد كلنا كنا سعداء جدا بوصول المنتخب السعودي لكأس العالم أيضا سعداء بالأداء الجيد والأداء المميز لمنتخب سوريا في هذه التصفيات ووجوده بقى فيه الملحق إن شاء الله لهذه البطول أو لهذه التصفيات هلعب أستراليا وبعد كده طبعا هلعب الكونكا كاف لو في حالة الفوز على أستراليا هلعب في التصفيات أيضا الكونكا كاف وإن شاء الله تمنياتنا طبعا للمنتخب السوري الوصول لكن طبعا أداء مميز للمنتخب السوري كلنا سعداء لهذا المنتخب اللي يمكن فتر رفاتت بيعاني بشكل كبير بنبارك أيضا للنادي الأهلي وجود ولاعب من اللاعبين السوريين ومن منتخب السوري طبعا بشكل كبير عبدالله الشامي ده العيب مميز جدا سردباك مميز إن شاء الله كل التوفيق ليه مع النادي الأهلي كل التوفيق أيضا للمنتخبنا الوطني وده الأهم إن شاء الله زي ما قال كابتن زكي إحنا ما بنبصش لحد ما بنبصش مين هيكسب مين هيتعادل مين عنده المرش الجاي إيه إحنا بنبص إحنا نفسنا عندنا إيه عندنا مباراة أمام الكونغو إن شاء الله نحقق نتيجة كبيرة نتيجة فيها أهداف كتير جدا اللي احنا كنا نتمنى مبارح لأن عامل الأهداف أو جزء الأهداف هيفرق معنا في حالة لقدر الله لقدر الله احنا مش عايزين نوصل للمرحلة دي إن تبقى آخر مباراة هي لفايصل أو اللي يبقى فيه فرصة لمنتخب أغاندا احنا كنا نتمنى إن احنا في كل مباراة ننتهز فرصة ضعف المنافس ونحرز أهداف مبارح لو كان ما تشتلع تلاتة ولا حاجة كان الأمور كانت بالنسبانا تبقى جيدة فيه حالة طبعا في الفترة القادمة اللي قدر الله حصل أي شيء في النتائج الأخرى لكن طبعا إن شاء الله منتخبنا قادر على الوصول الكاسي على المتحقي هذا الحلم زي أقول لكم يعني من تسعين حتى الآن نعملين ندعي كل الناس عمالة تتكلم كل الناس عمالة تتكلم يا رب نوصل إن شاء الله حتى من غير أداء فخلينا في الفترة الجاية حيطة الأداء دي نركنها على جنب منتخبنا عنده لعيبة مميزة منتخبنا عنده لعيبة تقدر تشتغل على أداء بشكل مميز ولكن لازم نتطفق على شيء إن الضغط النفسي بيأثر بشكل كبير على لعيبة الكورة لعيبة الكورة بتبقى مطالبة بفوز مطالبة بأداء مطالبة بكل حاجة ولكن هي النقطة إن أنا إزاي أفرح التسعين مليون ده فبالتالي تبقى ضغط علي ضغط بشكل كبير جدا أي لعيب كورة هيبقى متفاهم الجزئية دي ولازم إحنا كجمهور نتفاهم إن اللعيبة عايزة تعمل أحسن حاجة عايزة تطلع على الفنيات اللي عندها يمكن مستر ركتو كوبر محجم شوية ولكن الأمور بتتحسب بالفوز والنتيجة أو الثلاث نقاط وده اللي احنا نتمنىه في الفترة القادمة إن شاء الله أو المبارات القادمة إن شاء الله في طوبر مع فريق الكون وبعد الفصل هيكون معي نجوم مصر وكابتن ربيع سينو وكابتن وليس صلاح الدين هيتكلموا طبعا على مبارات المنتخب وهنتكلم أيضا على استعدادات النبي الأهلي للموسم القادم إن شاء الله وخلاص الدورة هيبتدي أسبوع الجاي إن شاء الله خلاص يوم الجمعة وإحنا ماتش التوالي الأهلي إن شاء الله خلاص يوم الحد بأمر الله هيكون بداية وانطلاقة جيدة لحفاظ على اللقب للمرة التالتة على التوالي للنادي الأهلي في هذه البطولة بطولة الدورة البطولة المميزة للنادي الأهلي أيضا بعدها بأسبوع هيكون ماتش الترجي استعدادات النادي الأهلي هتكون عاملة إزاي كلام كتير من خلال نجومنا طبعا في الستوديو ومن خلال استاد الأهلي فاصل ونستقبل بيوم اشتركوا في القناة